تنوية الانتقيل اللي خلاك تبقى عايز تخوض الرياضة دي التجربة دي هقول له رياضك في البداية يعني انا بعد الحادثة وجهت الصعوبات كتير في حياتي فكانت كل شيء بالنسبة لي كان تحدي لما قابلت الكابتن حاتم وعرضت عليه ان انا انزل معاه تدريب مش اخبي عليه انا كنت خايف ومش مرعوب بس هو كان بالنسبة لي تحدي جديد طبعا وكان شيء كويس انا اصلا رياضي طبعا انا الحمد لله كنت بطل في السباحة وكنت بطل في الغطس طبعا بعد الحادثة بطلت انزلت شوية سباحة وبعد كده بطلت طبعا انت عند مقاومات انك تبقى سباح تالي اسهل وموجودة اكتر من انك تبقى فارس بس حبيتها جرب الفروسية في الاول في الاخر انت المطلوب انك او حظك يكون كويس لما تلاقي واحد يؤمن بيك او غير ان يؤمن بيك يزللك الصعوبات او يتبنى رغبتك دية الحمد لله لقيتها عند الكابتن حاتم احنا تعبنا كتير طبعا يعني عايز اقول حظك ان الديئة اللي اتعرضت ديت وكنت انا موجود في اول كام سنة ديت لسه بنعرضنا دلوقتي تذكر خدت بالزبط تقريبا حوالي سنة شغل يعني عشان انت توصل انك تركب الحصار وتتوازن عليه وتوجهه وتنط الحواجز عادت سنة الموضوع ما كانش سهل لان يعني في البداية زي ما قال كابتن حاتم وحابب اكت على كلامه ان مش جربنا كذا كذا حصان غير التجربة ان فيه عملية زي درساج او ترويد الحصان ايه انا مش هعرف اوجيه يمين او شمال فاضطرنا ان احنا نربط السرع التوجيه السرع في الركاب اه فبعض الاحيان كان بيحصل زي كونفلكت او زي تعارض لان انا بديله الاوامر ان هو يجري او يمشي تروت او يمشي كانتر بكعب رجلي فانا علشان اديله النغذ دية فانا بروح شادل السرع فهو يفهم ان انا بقول له قف اه ازاي بقى ان انا اروضه بحيث ان هو يفرق ما بين الوردر بتاعي اللي بديهوله فان هو يقف او ان هو يجري نظبوط غير ان في برضو اردرات تانية انا بديهوله عن طريق اصبت رجلي او عن طريق رجلي حركة جسمي نفسها على دهر الحصان دي كلها اردرز انا بديهوله فالترويد للحصان خدم ان انا وقت كبير جدا لغاية ان هو يفهمني غير طبعا علشان الحصان ينط الحاجز عايز الوحيدك ان الحصان اصلا بطبيعته هو اصلا واحد القياس للقوة وهو اقوى من الانسان بمراحل فان ان انت تروضه بحيث ان ان انت تسيطر عليه ويسمع كلامك وفي اللحظة دي تديله اشار معين عشان يموت الخاجز ده لا خدم ان انا مجهود ووقوع من الحصان واصابات ونطلع نركب تاني مرينا بلاحظة احباطات هنتكلم هنتكلم عن موضي دي كلها